يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلية قصفه العنيف على قطع غزة حيث تدفع الاشتباكات المدنيين إلى نزوح مستمر ووفقا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في قطع غزة فقد أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد 18412 شخصا فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة القتل من جنوده ارتفعت إلى 104 فيما أصيب 582 شخصا اشتركوا في القناة